أول أخبارنا النهاردة في البيت الكبير يخص واحد من نجوم النادي الأهلي وهو النجم الكبير الحاوي وليد سليمان اللي خلاص الحمد لله شفى من الاصابة بفيروس كورونا احنا يمكن كنا قلقنا عليه الفترة اللي فاتت دي بس الحمد لله النهاردة وليد بيرجع بقى كويس الحمد لله نتيجة المسحة سلبية ده بعد ما خضع لبروتوكول العلاج اللي طبي الخاص بوزارة الصحة خلال الأيام اللي فاتت طبعا وكنا بنتابع هنا أخباره مع حضركم يعني بشكل مستمر وليه كان غايب عن الأهلي في مباريات مهمة جدا بس إن شاء الله هيكون موجودة الفترة اللي جاية وينتظم في التدريبات استعدادا للمنافسات المحلية والإفريقية كمان إليو ديانج كمان برضو بنقوله حمد الله على سلامتك بعد ما جاءت برضو مسحته الأخيرة السلبية الحمد لله وبينتظم هو كمان بشكل يعني جاية في التدريبات الفترة اللي جاية احنا عارفين إن وليد وديانج كانوا مصابين بفيروس كورونا كان وليد سليمان بيتابع ماتش كاس النهائي ده في المستشفى بس الحمد لله النهاردة وليد يعني بنتطمن عليه هو وديانج طبعا اشتركوا في القناة